الاراضي التركية او من غير جنسيات بصراحة بيعرفوا لغة تركية اقل ما هنالك بيعرفوا بنسبة خمسين بالمية او ستين بالمية او سبعين بالمية وفي اشخاص طبعا بيعرفوا بمستوى عالي في فرصة يا اخواني امام الجميع للحصول على شهادة طبعا هاي الشهادة شهادة لغة معترف عليها بكل تركية والحصول عليها ما هو موضوع صعب بالعكس هو موضوع سهل جدا كل شخص بيعرف لغة تركية اخواني بروح بيقدم بيعمل امتحان وبيحصل على هاي الشهادة كيفية الحصول على هاي الشهادة والتقديم عليها الموضوع جدا بسيط بتروحوا على مركز الهالك اي تيم وبتقولونه ان احنا بدنا نسجل للحصول على شهادة لتعلم اللغة التركية او او كوريا زرلك بالقس بيعطوكن شهادة يا اخواني بعد ما تحضروا كم درسوا تعملوا امتحان انه انتوا اشخاص متقنين وبتعرفوا لغة تركية طبعا هاي الشهادة رح تفيدكم بكتير امور بالاضافة انه هاي الشهادة معترف فيها بكل تركية زاعد انه هاي الشهادة بتفيدكم منشان مثلا شهادة السواقة ومنشان كتير من الامور فكل شخص يا اخواني عنده لغة تركية لا يضوع هاي الفرصة من ايده خلينا يا اخواني على طول ننظر للحياة من الطرف الايجابي لا تنظروا للحياة من الطرف السلبي اذا عم تستنوا يا اخواني لحتى الحياة هي تفرحكم الحياة هي ما بتفرح حدا انتوا لازم تكونوا اشخاص صعداء واشخاص صاحبين ارادة لحتى تكونوا اشخاص ناجحين بالحياة فبما انه عندك لغة تعرف تركية احصل عليه الشهادة وخليها عندك لانه صدقني رح تفيدك الموضوع التاني يا اخواني هو الموضوع جدا هام هل فعليا قدموه لك على اذن العمل كتير اشخاص مع الاسف عبيضحكوا عليهم بالشغل يقولوله ان احنا قدمنا لكم على اذن عمل ويستنوا يا حرام شهر وشهرين وثلاثة واخر شي بعد سنة يقولونه ان احنا قدمنا لك بس السماء جا جوا طيب كيف فعليا بتكون تعرفوا اذا صاحب العمل قدم لكم على اذن عمل اولا هاي النقطة كتير مهمة وان شاء الله رح ساعدكم بهذا الموضوع من خلال هذا الفيديو اول شغلة يا اخواني الحصول على اذن العمل بياخد وقت من عشرين يوم لشهرين ونص ثلاثة اشهر كحد اقصى بعد ثلاثة اشهر اذا ما اجي اذن العمل على اساس ان هو مقدم لكم على اذن عمل معناته هو مو مقدم لكم اساسا اذن العمل كحد اقصى بعد ثلاثة شهور بيطلع طبعا ثلاثة شهور هذا كحد اقصى هو ممكن يطلع خلال عشرين يوم او خلال شهر خلال شهر ونص خلال شهرين ولكن ثلاثة شهور خلينا نقول كحد اقصى مجرد ما قالكم صاحب العمل انه هو قدم لكم على اذن عمل اخواني في شي اسمه باشفورو فورمو يعني التقديم الاولي او التقديم على اذن العمل هذا بتاخدوه يا اخواني بيكون مكتوب عليه باشفورو نمارسيلي هو رقم وبتفوتوا على هذا الموقع يلي رح خليلكون يا بالوصف بتفوتوا بتتحقوا ازا فعليا تم التقديم على اذن العمل او لا طبعا هذا الموقع تابع لوزارة العمل وبهذا الشكل بتحطوا رقم الكملك تبعكن اخواني وبتحطوا رقم الباشفورو وبتعرفوا فعليا ازا هو قدم لكم على اذن العمل او لا وبهي الحالة بتكونوا تأكدتوا فعليا ازا صاحب العمل هو صادق معكن او عم يضحك عليكن هو ما قدم لكم على اذن العمل الموضوع الثالث والاخير اللي هو جدا موضوع مهم اخواني بيفيد الاشخاص اللي موجودين بتركيا واللي بدون يجوا على تركيا استخراج الرقم الضريبي بشكل مجاني الرقم الضريبي عم يفيد كتير اشخاص لفتح حساب بنكي للحصول على الاقامة وبيفيد الناس العاديين كمان بعدة امور تانية فكل شخص يا اخواني يستخرج الرقم الضريبي يخليه عنده بشكل مجاني رح يفيده وما رح يضره كيفية استخراج الرقم الضريبي رح خليكم فيديو باول تعليق مسبت بامكانكم طلقوا نظر عليه وتستخرجوا هذا الرقم وتخلوه عندكم على التليفون وبالنهاية اخواني لا تنسوا الاشتراك بالقناة في عنا معلومات قيمة وهمة جدا ان شاء الله بالأيام القادمة كل الحب والاحترام تحياتي لكم جميعا السلام عليكم